بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المشاهدين وحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجمعني اللقاء معكم كالعادة بإمناه تعالى نديروا بعض نصائح نقدمهم بعضنا البعض على كل حالة إن شاء الله نتقبلوهم بعضنا البعض وقبل كل شي نقدم تحيتي وسلامي لأهل وهران ولكرمهم وجودهم وضيافتهم للإدارة وللميناء وأهل الخير لرحموا بالحصة تعنا وربي يتقبل مني ومنهم وبركات الله فيكم على حسن ضيافتكم وعلى حتى التبسيمة تحكم معنا وبركات الله فيكم لذلك اليوم عندي قصة نحكيها لكم ولازم الإنسان يأخذ العبرة من القصص لن نجيبهم وما هيش قصة يعني هكا وخلاص عبرة ومن هذه القصة مريحة بزاف للناس اللي عندهم شاركة يعني كما نقوله شريك مع شريك وحاشا لله أنا ما نشككش ما نشككش في بعض الناس لناس ربي يقدر علينا في دار الدنيا نجوزو في الامتحان هذا لذلك كل واحد وش رأي يجوز في دار الدنيا اليوم عندي قصة نحكيها لكم والله سبحانه وتعالى يقدرني وقلتها ونعاودها اسمحوا لي على وش رح نقول حاجة لازم نقولها لذلك تقول الحكمة أحذر عدوك مرة أحذر عدوك مرة واحدة واحذر صديقك آلث مرة فلا ربما إنقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة سبحان الله نحكي لكم ما لوحة الإنسان مشاركة إنسان ومخبع للأهل تاو ونقولوا أنا بعيد الشر أعوذ بالله من كلمة أنا عندي شريقي ونخدم معه ونخبي على أهلي على يمها على بابا على أخوتي على زوجتي على أولادي نخدم معه ديسكي خدمة بيناتنا نخدمه نصوره الدرام ومنحاوش يفهموا أهلي منين جبت الدرام ولا خدمة وخلاص يخدموا في تجارة ربي يبارك فيهم إن شاء الله وإنما واحد منهم طاح مريض طاح مريض شوية كما نقوله حكمة طولة في بلاس العياء ومعرفش المصدر تعلقية هذا منين جاه راح للطابب نكشف عليه كما احنا نقوله سيغيا كيتانيمي إرهاق سينوماناج يوصف له داواء بشوية بشوية يشرب بالداواء ويزيد يعي يشرب بالداواء ويزيد يعي حتى أغمية عليه أغمية عليه دخلوه للمستشفى ادخل المستشفى استقبلوه في المستشفى دخلوه العناية المركزة أرهو ما معه 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 في غيبوبة تامة خوح تقلق عنده الشقيق تقلق خوك خوك لا يغرك صحبك يخي هكا الباثر يقول هكا والحقيقة هذه هي سبحان الله خوه مسكينة غاضوا الحال خوه في غيبوبة ممدود في الفراش ما يتحرك ما يهضر ما يجمي النوف ما وعلو ايه جاءوا ناس قالوا لي يودي هذا يا اتسبب له خوه بالأسباب كما احنا نقوله بالعامية ارقيلو روح مشي ارقيلو لعلك شعوينا لعلك شحصد قاسو لعلا لعلا الله أعلم خوه امشى ليه زارو راح القاعد واحد الشيخ انسان عنده حكمة وحنا كنقوله الرقية هذه الرقية هذه ما يمهنة ما يتجارة ما هو له انسان ناس فيهم خير يديروا الخير يوجهوا ناس واللي راهم يلعبوا فيها بينهم بين ربي بينهم بين ربي ما نشهنا باش ندير المشاكل حاشا لله بالعكس ماذا بينا ما يكونش عندنا نقطة الكحلة على بعضنا البعض خاتش احنا لازم نتعلموا حاجة نتعلموا نتكلموا معا بعضنا البعض نتكلموا معا بعضنا البعض ما نتكلموش على بعضنا البعض ماذا نفرقوا معا وعلق لازم نتكلموا معا بعضنا البعض ونشرحوا امور وربيوا فق ماشي نتكلموا على بعضنا البعض حتى نقولوا ننموا على بعضنا البعض ونغطبوا في بعضنا البعض ونشهدوا في بعضنا البعض والناس من البعيدة يتميز تقول لك هذه كاش غيرة دخلت بيناتهم هذا كاش حسد دخل بيناتهم حاشا لله كان الغيرة كان الحسد مع الناس العيانين مشي مع الناس عندهم مستوى ما شاء الله مرموق ومعرفين بالدين ومعرفون يعني والإيمان والله بيبارك فيهم لذلك هذا الإنسان راح أرقى قالوا للقينخوك راح أرقى عنده عد الشيخ هذا الشيخ عنده حكمة الحمد لله يدعي ربي يقول لها كافرق يتعوه في الاشتيهات بسكوها اشتيهات كما قال رسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن شركا ففعلوا الإنسان يبعد على الشرك والشبهات أما لو يدير في الخير يدير الخير كما نجم يدير الخير يدير الخير ربي وفق إن شاء الله قد يوجد في البحر في النهر ما لا يوجد في البحر طيب عند إنسان بسيط ما تديهش فيه يقول لك كلمة بها تنجاح وبها تفلح وبها تقول لك عندك ما شاء الله وممكن يقول لك إنسان كبير مستوى كبير وما ينجمش يتواضع معك الله يحفظنا ولا تنقزع تتقلق تولي تكره في الناس بسببه تكره على الناس وهذه حقيقة مرة قالي الأسف شام واحد يجي يقول لي يا شيخ الإيمام فلاني جوز على الحماس سلم وما يقولهاش قل يودي عنده ظروف والتميس لأخيكها سبعين عذرا فإن لم تجد فأل أم لفسك كيفاش تقول تتكلم في إيمام أنا أكشف المزايد فيها عقلية ما نحبش على الإيمام ما نحبش عليهم ما نحبش هيها ظروفهم سبحان الله يمثلوا الدين سبحان الله جي في بالي كنت صغير وما نعرفش الدين هذا ما نعرف والو كما يقولون تعلم نحش من الواحد يمثل الدين اليوم كي الناس عندهم فن في التجريح فن كيفاش يلوثوا هذا الإنسان كيف هيكره للناس والعيادوا بالله سيب الطفل صغير وراء يقرأ مع أوليدي يقول له أنا باباك أنا ما يقنعنيش إيه وراء المشكل ما يقنعكش طفي طفي ما تشوفنيش وهو شواجب بالك تشوفني نورمال بسعى ليش تكلموا هك يعني إيش تقول تقول باش هذا الطفل الصغير عنده تسعة سنوات والعشر سنوات في مدرسة هدرها للهدرة مع أنتها باباه ويماه هدرها هو رفدها هو رفدها ربي يهدينا ربي يهدينا لذلك هذا رح يرقى خوه عنده واحد الشيخ طالوا لما قالوا دير هذا الدعاء اللهم أعني برؤية أراها على أخي أراها على أخي يا ربي وكشف لي ما بي أخي وش فيه أخي هذا أخي وش بيع الله يبارك وكان قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدي تبقى المؤشرات قالوا وما هي المؤشرات يا رسول الله قال الرؤية السادقة للمؤمن السادق عليها ويسمع أذان الفاجر لذلك كان ينسى خوتي المؤمنين ويسمحوا لي احتراماتي لهم كي تشد عليك الحال ويتزير عليك الحال نوض في الليل كما قلت لكم صلي ودعي وقول هذا الدعاء اللهم يا الله أعني برؤية أراها على حالي يا الله أكشف لي فيها ما بي وما فيها وما يخايقني وما يذايقني وما يلاحقني في يقضتي يا ربي وفي منامي أينما كنت يا الله وحيثما وجدت اللهم أعني برؤية أراها على حالي يا الله وأوصف لي فيها دوائي وربي يوفق سبحان الله قلتها عدة مرات نجرب حظي مع الله ندعي ربي راح شراء الماء اديه للشي خرقاه له خلوه أشرب ودي الخوك يشرب أمسح له على أشوار أمسح له على النصية تاعه ومسح له على أطراف تاعه ماداما كتقول له في غيبوبة وما يمجي مش يجي عندي ما هو شعيب روح أتكال على الله أشرب بالماء أمسح وتشو طرف به قويم اديه لخوه مسح له على شواربه مسح له على الوجه تاعه ومسح له على أطراف تاعه ومشى في الدار سبحان الله توقف عليه رؤية واش يوقف عليه سبحان الله ينوم خوه حكم جمل إبل جمل يعظ في خوه من رقبته نظم فزوع جمل هايج حكم خوه من رقبته ويجعل البيع نظم فزوع راح للشيخ قالوا يا شيخ راني شربت الماء ومسحت على أخوه لهم في المستشفى والمشكلة أستراليلية أنا قالوا واش بك قالوا وقفت علي يا رؤية مفزعة قالوا واش يحكيها لي قالوا بعد ما شربت الماء ومسحت ارقدت نمت وقفت علي يا رؤية شفت خوه يا له مريض جمل عظه من رقبته ويجعل البيع خزر فيه الشيخ عنده حكمة سبحان الله واش قالوا قالوا قل لي خوك واش يخدم قالوا عادي يخدم واختر ما يخديش بحكم أنه مخبي عليهم ما قالوا مش هذا لهم مريض في المستشفى واش يقل سأله خوه قالوا واش يخدم قالوا ما لاباليش قالوا سقسي قالوا كيف انسقسيه قالوا ما لي شوف خوك واش عنده والله أعلم قلش لازم نقوله هذا الكلمة والله أعلم أنا مذابي أي إنسان يعني يستفتي وفي أمر ولا يفسر رؤية ولا في أمر يقول الله أعلم ما أعراه الرأي السديد هذا ومصح الله أعلم الغيب مع المغربي حنا رانا قامل نشتهده أنا راني نشتهده وخوتي في الميدان انت في شتى لما يدينا نشتهده ورب يوفق ما لازمش إنسان يرمي نروحو في أحضان الغيب وبدأ يتكلم يتكلم حتى يولي وشوفو فيه شواف ولا عراف ولا يدير شبهة من الجهة لبس إيمان ومن الجهة كل شيء مستهل الهضرات تديني شبهة لذلك مذابية تفهموا بالرؤية هذه هي جزء من التنبيع من النبوءة لذلك نسأل الله باش ما لكل حلوق ما يكفينيش الحصة الماجية إن شاء الله نكمل لكم باش تفهموا القصة هذه المغزة تحوي شن هو ونسأل الله أن يوفقني ويجمعني مرة جديدة معكم والسلام عليكم